اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد الزياني في العاصمة الباكستانية اسلام باد صباح اليوم بدولة سيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير على رأس وفد اقتصادي عالي المستوى إلى جمهورية باكستان الاسلامية للمشاركة في أعمال المنتدى البحريني الباكستاني الثاني لفرص الأعمال والذي تستضيفه اسلام باد يوم غد الخميس وقد تم خلال الاجتماع الذي حضره وزير التجارة والصناعة بجمهورية باكستان الاسلامية سعادة المهندس خرام داستجير خان وسعادة السيد جافيد ماليك سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين بجمهورية باكستان الاسلامية وممثلي الوفد الاقتصادي البحريني تم بحث واستعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الباكستانية الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيز أليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص في المجالات الاقتصادية والاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك وفي هذا الإطار أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن إشادة حكومة البحرين الموقرة بالوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والخطوات التي تتخذها حكومتين قيادتين البلدين الصديقين لتعزيزها وترسيخها بشكل الذي يحقق الأهداف والطموحات المشتركة ومؤكدا سعادته في هذا السياق على الجهود المستمر التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص دائما والتي تصب في مجملها في تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام كما لفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في كل البلدين الصديقين والفعاليات والزيارات المتبادلة والتي كان لها بلغ الأثر في نمو وتصاعد المشاريع المشتركة وتشجيع الاستثمارات بين البلدين الصديقين